افتتاح محطة قطارات صعيد مصر والرسالة اللي فخامة الرئيس عبدالفتاح سيسي وجهها لكل المستثمرين والتجار واللي بيشتغلوا في مجال الصناعة والتجارة واللي وجه فيها أو تكلم فيها عن المواد اللي بيتم استيرادها من الخارج واللي بتكلف الدولة تقريباً 45 مليار دولار هنتكلم أكتر عن هذه الرسالة وكلمة الرئيس عبدالفتاح سيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر معنا دلوقتي على التليفون الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي سبع الخير يا دكتور منوارنا يا أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك يا دكتور فخامة الرئيس وجه في كلامه أن تقريباً التكلفة اللي بتتكلفها الدولة من المواد اللي بيتم استيرادها من الخارج بتبقى حوالي 45 مليار دولار إزاي إحنا نقلص حجم الاستيراد وإزاي كمان نحافظ على العملة الأجنبية في البداية بصبح لحضرتك وعلى كل السيادة المشاهدين طبعاً نهارده بتتكلم في موضوع مهم جداً ويمكن الدولة المصرية انتبهت لي منذ تولي السيادة الرئيس مقليد الحق وهو الفاتورة الاسترادية الفاتورة الاسترادية كلما كانت الضغط على الفاتورة الاسترادية كلما كانت صعوبة على اقتصاد المصر إنه هو ينمو فكرة النهارده إنه أعتمد على أقل الفاتورة الاسترادية ده مش هيحدث إلا باقتصاد مصري قادر على الانتاج قادر على تحويل موارده الخام اللي كان بيصدرها في شكلها الخام إلى سلعة وسيطة بيستطيع من بين خلالها إن هي تحل ما يتم استراده كمتخلات الانتاج الفكرة النهارده ده مش هيحدث إلا بقطعات انتاجية حقيقية عشان كده النهارده رمسالك رايز بتتكلم إنه احنا نقل الفاتورة الاسترادية النهارده الكلام على أرض سابتة مش كلام في الهواء الكلام من الأرض السابتة إنه احنا بقلنا النهارده عشر سنين الدولة المصرية بتصير أو بتعيد سياغة قدراتها الاقتصادية النهارده بتتحول بالاقتصاد المصري إنه يصبح اقتصاد من المنتج اقتصاد حقيقي كما يعرف اقتصاديا قائم على الانتاج بأغلى قطعاته بيستغل الموايج الطبيعية الموجودة أفضل استغلال أو الاستغلالها استغلال الأمثل بيحاول يعتمد على إمكانياته في الانتاج وليكون المنتج المصنع محليا بديل للمستورة وإحلال الموارد المصرية بديل للمستورة فهو ده كل الأمور دي هنتكلمها في كريمات بسيطة لكن عشان نحققها لها خطوات وليها أسس كانت مش موجودة لكن النهارده هنتكلم زي ما قلت كلامنا النهارده على الأرض سابتة إنه في خطوات تمت بالفعل من ضمن الثورة الإصلاحية اللي انتهاجتها الدولة ذلك السنوات الماضية قدرت من خلالها أنها تعظم الاستفادة من السراواتنا الطبيعية إن كانت نتيجة راية تأصدر قرار بعدم تصدير المواد الخام في شكلها الطبيعي والتعي إلى تصنعها شوفنا النهارده كنا بتتصدر الرمال البيضاء والرمال السوداء بل يستمع تصديرها في شكلها الخام لا النهارده بقى فيه تصنيع لها بقى فيه مصانع الكوارتز فيه مصانع الزجاج فيه النهارده بنحاول نعظم من إمكانياتنا وطاقاتنا ليكون المنتج المصري بديل للمستورة وخلينا نقول برضو أكثر أن الأزمات اللي مرت بالعالم منذ وقاعد كورونا والسبابة في تضرر ثلاثة الإمداد والتوريد على مستوى العالم وبالبالج حصل اتطام للسوق قدرت من خلالها الدولة المصريية إن هي تتشجع المصنعين المصريين بدعمهم ماديا ورجسيطيا إن يحل المنتج المصري بديل للمستورة وده بعد الضوابط اللي قدرتها الدولة المصرية بتكلفات مباشرة مستوى التضايد إن تكون المنتج المصري طبقا لضوابط وموصفات ومعايير جوزة العالمية سواء الأوروبية أو الأمريكية فالنهار دا المنتج المصري أصبح منتج منافس قادر إنه يكون يحل محل كثير من السلعة التي يتم استراضها وبالتالي يقدمت النهار دا لما يستطل رئيس جواجه إن احنا نحاول نقلل من الفاتورة الاستراضية التي تمثل عب على على الاتصال المصري وزي ما قلت في دا الكلامي كلما زادت الفاتورة الاستراضية معناها إن دا في ضغط على العمل الصعبة معناها إن دا هو الضغط على العجلة الانتاجية حتى اللي بتم تصديره بيبقى فيه جزء من المستورة فالنهار دا الدولة بتحاول تكمل المنظومة الاتصالحية بالاعتماد على المصنع المصري أنه يكون قادر على تصنيع المدخلات التي يتم استراضها من الخارج وده هو بعد حصر دقيق لما يتم استراضه مثل الرقم اللي قاله شكرا ريس هو رقم مدروس ووقيعي بالأرقام والأنواع والمواصفات التي يتم استراضها من الخارج فالنهار دا أصبحت هذه البيانات متاحة من خلال وزارة الاصطناع أو وزارة الاستثمار إن تمنت بيها المصنعين المصريين حتى يبدأوا ويشرعوه بخطوات جدية فيه انتاج مثل هذه السلة ستكون المنتج المحلي هو البديل الحقيقي للمستورة ومن خلاله يعود بالنفع على المنتج المحلي ليكون منتج محلي خالص بالنسبة كبيرة حتى على الأقل فأعتقد النهار دا الارضة السياسية بتتجلى وبما رين من إمكانيات حقيقة الأرض الواقع بإذن الله قادرين على هذا دكتور حضرتك أشرت للمصنع المصري إزاي أو حضرتك شايف أهمية وجود برامج تدريبية للمصنع المصري لسد احتياجات السوق وكمان لزيادة إنتاجه خلينا نقول أننا عندنا مصر فيها ميزة لو ما استغل إنها لو الدولة ما انتبهتش لها بالشكل جيد والحمد لله إنها انتبهت لهذه الميزة إنها كتبت عبء والقوى البشرية القوى البشرية مصرية بلد الحمد لله نهارده ما تخطى 106 مليون نسمة الحمد لله بلد بلد شابة عندنا قدرات بشرية ممتازة قابلة للتعليم وتأبتلك المهارة الممتازة فكل هذه الأمور طبعا زي ما قلت لو الكلام ده لو تبلد ما بتهتمش بالقوى البشرية واستغلت بس أو استثمارت الحجر وتركت البشر كانت تبقى مشكلة أو عب لكن النهارده الحمد لله الدولة زي ما بتقول استثمارت في الفترة الماضية بفياسة إصلاحية شاملة استثمارت الكهربة القطاعات ومنها الحجر والقطاعات التشريعية والقتصادي والعيكالي لم تعفل القوى البشرية وعشان كده ما النهارده بتقول استثمارت القوى البشرية هو تأهيل القوى البشرية المصرية لما يتم استخدامه من الخارج من تكنولوجيا الدولة بتسعى إلى استخدام تكنولوجيا قادرة على استغلال الأمثل أو تصنيع الأمثل لما لدينا من موارد الدولة بتسعى إلى وجود صناعات تحويلية تكون كثيفة العمالة تستوعب القوى البشرية عشان أقهل القوى البشرية للفرص العمل كان لابد من وجود الفرص التدريبية أو التأهيلية النهارده بقى فيه اتجاه حقيقي لربط التعليم الفني بسوق العمل بقى فيه اتجاه حقيقي لربط التعليم بصفة عامة ويمكن النهارده كلمت عن التعليم الفني النهارده بقى فيه توجه إلى التعليم الجميع توجه جمعات تكنولوجية أو جمعات الأهلية اللي بقى فيها أفرع من التعليم جديدة على سوق التعليم في مصر لكن بتستهدف أنواع من التعليم اللي هي بنقول اللغة العصر الجديدة النهارده الزكاء الصناعي وال كل اللغات التطبيقية في الحاسب الآلي وأنواعها كل هذه الأمور هي علوم جديدة لكن لها سوق عمل يمكن تم استحداثه في مصر مع تطور المجال الصناعي وقضاع الانتاجي اللي بقى بيعتمد حقيقيا على الحوكمة والتكتولوجيا والنهارده الدولة بتؤهل القوى البشرية بتستاهي يعني النهارده شوفنا كلنا في مدائرة تنية صناعية بقت متخصصة في صناعات معينة ويمكن دي تم رفضها بصناعات معينة زي الشركات الكابلات الشركات البتروكوميات المدارس البترول المدارس الكهرباء مدارس الزهب كل هذه الأمور كل مدرسة بتختفت بنوع من الصناعات اللي تكون هي المغزية لهذه الصناعات في المهارده بالتهاز التوجه مع الأجل المتوسط فتصبح مصر بما لديها من إمكانيات بشرية بالإضافة إلى ما لديها من بنية تحتية وموارد خام اعتقل أنها تصير إعادة استغلال الموارد البشرية لتستوعد القدرات المصرية النهاردة بتكلم النهاردة على القدرات المصرية بيتم تأهيلها التواءل السور المحلي أو السور الخارجي النهاردة بقت مصر بتصدر أعمالتها للمؤهلة للأسواق الخارجية وعشان كده نهاردة نحن بقول لما الدولة تنبحت لهذه النقطة ووضعت لها خطط بنقول أنها خطواتها فيها خطوات جيدة ومدروسة وسبتة كل يوم فيه ازدياد وأعتقل النهاردة استغلال أمسا الموارد من الموارد المهمة زي ما قلت في بداية كلامي لو لم يستغل كان هباعب وهو الموارد البشري والحمد لله نهاردة الدولة بتخطو بيه خطوات جيدة جدا لإستغلال الإستغلال الأمسا صحيح دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا